إزاي ممكن الأهلي يواجه الوداد بشكل فنياً يدي له الأفضلية خلال أحداث اللقاء اللي ممكن يمتد الوقت إضافي له لو طبعاً النتيجة خلصة بالتعادل في الوقت الأصلي طبعاً مهم جداً بالنسبة للنادي الأهلي زي برضو ما كنا بندردش كده إنه هو مش هيكرر سيناريو ريال مادريد هناك مش هيلعب مع الوداد بشكل دفاعي لكن من المهم جداً أنه خط الدفاع يبقى عارف الواجبات المطلوبة منه يعني لازم يعني يحاول يبعد شوية رغم أن الحكم فيكتور جوميز هو الأفضل على مستوى القارة إنما يحاول يبعد شوية الدفاع الآلي الكرات يبقى تشتتا من خارج منطقة الجزاء أكتر يعني ما تبقاش منكمش دفاعياً قوي لدرجة أن أنت ممكن ترتاكب أخطاء ممكن جداً أنها تتحسب منها حاجات حاسمة ضرب الجزاء غير خلي بالك ده كان فيه تسريبات برضو إن الفار لو عطل هنستكمل المباراة الجملة دي استوقفتني جداً يعني إيه الفار لو عطل هو ده كان تسريب من أحد المواقع وأنا يمكن كنت هل ده حقيقي ولا؟ لا بس هو كلام طرح رجوعاً إلى مباراة سابقة اللي هي كانت بين الترجي والوداد قبل كده فده حصل ففيها نوع من التنبيه بس أنا بقول أنه يجب على النادي الآلي أو لعبة النادي الآلي جوه المستطيل الأخضر مفيش وقت للاحتكاكات دي أو لأن أنت تتناقش في أمور زي دي أي شيء تتعرض لي أثناء المباراة يجب أنه ما يخرجكش عن التركيز أنت الهدف الأساسي بالنسبة لك أن أنت تخرج من هذه المباراة بفوز ويعني أتمنى مع كل الاحترام طبعاً للوداد المغربي أنه النادي الآلي يستطيع حسم ده خلال الوقت الأصلي لا وقت إضافي ولا ضربات ترجيح وعلى فكرة مش صعب يعني زي ما بنتكلم دايماً النادي الآلي لعب كاس العالم للأندي أول مباراة له بدون الدوليين بدون الدوليين كلهم تسعة تقريباً وكانت قصة أيامها ومع ذلك قدم مباراة قوية جداً وكل اللعيبة ظهروا بالشكل اللي هو يتناسب مع اسم النادي الآلي وتاريخه فهي الفكرة كلها أنه الواجب يعني زي ما بيتقال كده أنت محتاج في هذه المباراة أداء من حداش الراجل فعلاً أداء رجولي لأنه خلي بالك الكلام عن الخطط وطرق اللعب والكلام ده لو لم ينفذ بشكل عملي على أرض الملعب هتبقى كلها حاجات على الورق هما هيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة كالموتات غالباً في الكلام المتاح حالياً هيبقى أربعة ثلاثة ثلاثة وهي دي تقريباً نفس طريقة موسيماني الولاد ويعني الرجراجي وموسيماني طب قل لي